لكن خد بالك هنا بقى من بيان وزارة الداخلية اللي هيوري لك الداخلية اشتغلت ازاي على هذه القضية بيان وزارة الداخلية وكما جاء نصا هتقول يوسف انت ليه كل مرة تقولينا وكما جاء نصا اقولك ليه كما جاء نصا في الامور اللي زي دي الامور لا تقبل الارتجال دي بيانات متعلقة اولا بجرم ثانيا متعلقة بالنائب العام وزارة الداخلية واحنا هنا بنتكلم على حاجات بتمس تمس يعني كم تفاصيل وحيوات ناس ومصائرهم ومستقبلهم الى اخره فدي ما فيهاش هزار عشان كده لازم تقرأ نصا الداخلية قالت في بيانها نصيا عطرت الاجهزة الامنية على جثمان مرتكب واقعة التعدي على احدى الفتيات بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية بسلاح ناري بين قسيم فرد خرطوش محل الصنع مما ادى الى وفاتها بطريق مصر الاسكندرية الزراعي بدائرة مركز شرطة اوسنا بالمنوفية نحن الان بنتكلم على الجثمان يا سادة منتحرا بذات السلاح الناري السابق استخدامه في ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق نقطة ينتهي بيان الداخلية ده اللي انا بقولك عليه الداخلية فورا كانت شغالة فورا عملت التمشيط بتاعها في المنطقة فورا تم العثور على القاتل وان كان ميتا فتم العثور على جثمانه والسلاح الى اخره